خلييني أقول لحضراتكم أنه تقرر برضو بشكل نهائي أنه محمود متولي ومحمد هاني مش هيسافروا مع البعثة بسبب طبعا الإصابات اللي تعرضوا ليها في الفترة الأخيرة متولي يمكن كان عنده شد في العضلة الخلفية في معجات لوفماتش ومصر للتأمين ونتمنى له يرجع بسرعة واحد من الحقيقة أنا بشوف متولي واحد من اللعيبة الرجالة الإمكانياتهم الحقيقة وقدراتهم ما ظهرتش لسه معنادي الأهلي بالشكل الكامل وأعتقد أنه إن شاء الله لما استعيد يعني فورميته كده ومستوى هيكون واحد من أهم الإضافات لعيب جوكر لعيب كرة بيلعب بالماغه كواس جدا تقدر تعتمد عليه في أكتر من مركز فأعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله بس ربنا يحمي من قصة الإصابات دي هاني طبعا حضراتكم عارفين ويمكن من أول ما أصيب في مؤخرا يعني تم الإعلان أنه من الصحب جدا هو يلحق مطش الزهاب في رادس لكن إن شاء الله بإذن الله في أمل كبير أنه يعني يكون موجود في مباراة العودة وبالمناسبة أنا شايف أنه ده توقيت مناسب جدا لجمهور النادي الأهلي على سوشال ميديا يعني أنا شايف أنه لعابة الأهلي محتاجة دعم كبير خصوصا اللي ممكن يكونوا حد زي رامي مثلا يعني أنا قلت حضراتكم أنه أغلب الطاقات أنه رامي هو اللي هيلعب في الناحية البك بك يمين يعني يلعب على حمده الهوني ده أغلب يعني الإريات أنا مش بقول معلومة يعني أكيدة لكن ورد جدا في مستر موسماني بعد تدريبات في تولس يكون ليه رأي مخالف أنا بيتهيالي أنه ده وقت مناسب جدا نحن ندعم اللاعبين خصوصا اللي ممكن يكونوا حاسمين ممكن أوقات كتير جدا وشوفنا السيناريو ده بيتكرر في أكتر من مباراة في كاس عالم أندية في بطولة أفريقيا النسخة اللي فاتت لعيبة كانت بعيدة عن فرمتها لعيبة ما كانتش موفقة في مطشاط كتير جدا لكن كانت ليها بصمة وكان ليها يعني تواجد حاسم في مواجهات رفيعة المستوى أنا مش عايز أقول أسماء لكن أنا إذا كنت بكلم جمهور نادي الأهلي بقول أنه ده الوقت الأنسب والأفضل لدعم اللاعبين في الفترة اللي جاية قبل مواجهة تونس طبعا موقعة رادس مع التراجي التونسي طيب